الحاجة أم الاختراء كنت في الحج وكانت معايا المظلة تبعي فانقطعت عن شاحن الجوال ما لقيت كهرباش عن الجوال تبعي فكرت ليش ما تكون المظلة هي الشاحن ليش ما أستفيد من الطاقة الشمسية اللي موجودة في الأجواء العربية وخصوصا في المملكة العربية السعودية فكرت في الحكاية هذه مع الدكتورة منالدنديس من فلسطين وطبقناها ليش ما نضيف حاجات أخرى تفيد الحجاج فكرنا في مروحة ليش ممكن نضيف شيء تاني فكرنا في إضاءة المظلة نفسها تكون عكاز الواحد يعتمد عليها فكرنا في حاجة تانية ليش ما يكون في باوربانك في المظلة ونشحنه ونشحن منه وفكرنا في حاجة مهمة جدا اللي هو نحط جي بي اس في المظلة جي بي اس عشان نحدد موقعنا بالتحديد وأي شخص يكون عنده المظلة هادي ممكن نعرف مكانه بالتحديد المظلة هادي اسمها كافية وهي فعلا كافية لأنها بتغني عن أشياء كثيرة جدا المظلة مظلة عادية لكن فيها إمكانيات ذكية جدا أول حاجة اللي هي الخلايا اللي بتحول أشيعة الشمس لكهرباء معزولة من الحرارة طبقتين الطبقتين هادي مهمة جدا تمنع دخول الحرارة جوة المظلة في المروحة وعندنا الباوربانك داخل مقبض المظلة في عندنا الباوربانك اللي بياخد أشعة الشمس بيحولها لكهرباء وبيخزنها في الباوربانك ممكن نشحن الباوربانك من أي مصدر طاقة في مخارج للتلفونات ممكن نشحن أي تلفونات من الباوربانك اللي موجود في المظلة المظلة ممكن نقوم بيها سيارة يعني لو بطارية السيارة ماتت ممكن الشحنة الكهربائية هادي تقوم لنا السيارة في عندنا الكشاف كشاف للمظلة على أساس أنه أي أحد في الليل ممكن يستفيد من المظلة وما تكون قاصرة على النهار فقط ممكن نستخدم المظلة كعكاز طبعا في قاعدة قوية جدا والمظلة بتستحمل وزن أكتر من 100 كيلو وممكن أي إنسان استخدمها كعكاز وممكن يستخدم المظلة هادي في أشياء كتير جدا لأنه داخلها في مروحة يعني ممكن تريحنا في أشياء كتير جدا أهم حاجة في المظلة الجي بي اس لأنه بيحدد مكاننا فين بالتحديد وأي إنسان عنده المظلة هادي ممكن نحدد فين مكانه بالضبط